لازم نلف حاجة على العداد ده اولا. عشان هيتقفل معنا. هنلفل هو هت التفلون كده زي ما احنا شاكين. شاكي ده كده. طبعا هو انت عندك هنا في مخرجين اوما. هو المخرج اللي هو الواحد بصفه وده. ده الدخول والخروج بتاع المياه. وده اللي هيركب عليه والجزء ده اللي هيركب عليه العداد زي ما احنا شايفين. طبعا اهم حاجة ان انت بتقفلش الفتحة اللي احنا شايفينها دي لان طبعا آآ ضغط المياه عشان آآ العداد يحس بيها. اهو الشكل ده كده. زي ما احنا شايفين كده. هنلف برضو مع انا على الجزء ده اول. اللي هيركب عليه الوتوماتيك. هنلف عليه برضو كفلون. زي ما احنا شايفين كده. طبعا اهمة هي وانت بتلف برضو. زي ما اقولت برضو اتلف في كمية. مش شكل ده كده. وعندك انا الا 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 في سامورا هي اه دخلية. سن دخلي. هفو ربط عليها. بالشكل ده كده. نحاول برضو ان احنا نخلي الجزء ده يبقى لتحت كده بالشكل ده كده. عشان يفضل اه دخول بتاع كهرباء عريب معنا. بالمنزر ده كده. اعون من كده هفت لنا اول. هنه هلفه سنة كده. على ملف هنا معي هنداها هي. حتة الشعرها في كده. افتحت الشعر معي فتفية كده. عشان طبعا التفلوم برضو رائية ازا ما اقول تعب بكده وضعيف. وعليف عليه بقى التفلوم. بالشكل ده كده. عشان طبعا جاهزة معنا. انا مش عايزة احل الدخول والخروج بتاع المطور دلوقتي. يلا ما اقفل الكرام ده هو. عشان آآ ما ناخدش وقت في قطعان المياه. كده انا ايه جمحت اول. عربت بقى سينة. الشكل ده. وحن آآ طبعا اول حاجة عاملها بقى هافل المياه. عشان احل المطور. طبعا خلصت معي بالوتوماتيك قفلته معي اوا. طبعا بجزء النحاس اللي هو اللي ركب عليه العداد ده اوا. اه طبعا انا غيرته لان اللي كان جاي كان توتي ضعيف. فلاقيته في تنميل من هنا كده. بعد التشتيب اوا انا اقفلت العداد. اقفلت الوتوماتيك. وركبت ضغط البلونة دي انضغط انها كانت فاضية. انضغط هوا من هنا كده. اهو نتكائب ايه براهيا. عندي اي اه واحد بتاع كويش اه اه زي ما احنا شوفين. اهو بجزء لا تقفل. وطبعا اه ما فيش خزان ما هو شغال على الحمامات دلوقتي. يا رب اكون قد ندركوا حية مفيدة. كل يوم فيه جديد. واتنسوش الاعجاب ودعوات قلينا. وكل سنة انتم طيبين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.